السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيجمعهم وحدة المكان واللغة والتاريخ كمان معظم سكان الوطن العربي بيدينوا بالدين الإسلامي طيب في تعريف هنا بيقابلنا ما المقصود بسكان وطننا العربي هم الأفراد الذين يعيشون على أرض الوطن العربي وتربطهم وحدة اللغة والمكان والتاريخ والعادات والتقاليد المشترقة بعض الدول العربية بتعمل تعداد سكاني كل عشر سنوات زي مصر والأردن بتعمل كل خمس سنوات ولكن سكان الوطن العربي في تزايد مستمر مثلا الأمم المتحدة حطت إحصائية سنة 2014 وقالت فيها إن عدد سكان الوطن العربي حوالي 385 مليون نسمة أي بيمثلوا حوالي 5 و 3 من عشرة من سكان العالم طيب بيقى بنا تعريف مهم وهو النمو السكاني هو زيادة في عدد السكان خلال فترة زمنية معينة يعني خلال فترة زمنية معينة مثلا زي مصر كل عشر سنوات بتحسب عدد سكان هل زادت ولا قلت وهل معدل النمو عندها مرتفع ولا منخفض طيب تعالوا نشوف مع بعض معدل النمو السكان في الوطن العربي طيب معدل النمو السكاني في الوطن العربي مرتفع جدا بيبلغ حوالي 2 و 6 من عشرة طيب يا طيب هي أسباب ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي نخلي بنا عشان لو جي سؤال بما تفسر معدل النمو السكاني في الوطن العربي معدل مرتفع بيرجع ذلك إلى عدة عوامل لزيادة طبيعية معدل الموليد ومعدل الوفيات والزيادة الغير طبيعية المتمثلة عندي في الهجرة نخلي بالنا حكتين الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية تعلموا تعرف عليهم بالتفصيل الزيادة الطبيعية هي الزيادة النتيجة عن الفرق بين الموليد والوفيات يعني بشوف تولد قد ايه وتوفى قد ايه وبناء عليها بقدر اعرف الزيادة الطبيعية كمان معدل الموليد في الوطن العربي مرتفع بصفة عامة بالاضافة ان معدل الوفيات منخفض طيب ايه اسباب انخفاض معدل الوفيات نخلي بالنا بما تفسر معدل الوفيات منخفض نقول بسبب تحسن الاحوال الصحية وبالاضافة لارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الطبية للاطفال طيب بعض الدول زي الصومال وفلسطين وسوريا ما زال معدل الوفيات فيها مرتفع يا ترى ايه السبب انتشار الحروب والمجاعات نخلي بالنا سؤال بما تفسر معدل الوفيات مازال مرتفع في الصومال وفلسطين وسوريا والعراق بها نقول بسبب انتشار الحروب والمجاعات طيب الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة طيب ما المقصود بالهجرة هي انتقال الفرد من مكان الى اخر بغرض الاقامة والعمل اما انا بسافر عشان هشتغل او هغير مكان اقامتي من مكان الى اخر تؤثر الهجرة على نمو السكان ازاي؟ بيقول لي ان الدول المستقبلة للمهاجرين يعني عدد السكان مثلا بيهاجر من دولة الى اخرى طبيعي ان الدولة دي اتعدى سكانها هيزيد زي دول الخليج بتعتبر من الدول المستقبلة للمهاجرين يبقى تاني ازاي بتؤثر الهجرة على نمو السكان ليه زيادة غير طبيعية بسبب زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين مثل دول الخليج العربي طيب يترى الكسافة السكانية في الوطن العربي واحدة ولا مختلفة؟ لا طبعا الكسافة السكانية مختلفة من دولة الى اخرى في الوطن العربي طيب الاول تعريف الكسافة السكانية هو عدد السكان الى المساحة التي يقيمونا عليها طبعا هحسب المساحة بالكيلو متر مربع فمثلا بنجد بعض المناطق زيادة كسافة سكانية مرتفعة جدا زي وادي النيل وادلتاة في مصر بالاضافة اللي انا عندي مناطق زيادة كسافة سكانية مرتفعة فقط زي شمال العراق وشمال سوريا وبعض السواحل الوطن العربي طيب مناطق زيادة كسافة سكانية متوسطة زي سواحل الشام وشمال افريقيا ومناطق منخفضة الكسافة سكانية زي هضبت الشطوط بالجزائر اما المناطق زيادة كسافة سكانية نادرة مثل الصحار العربية كالصحراء الكبرى طيب يا ترى ايه العوامل اذا صعدت على اختلاف توزيع السكان في الوطن العربي من عدة اماكن الى اخرى هنقول عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية العوامل الطبيعية بتتمثل عندي في موارد المياه والطربة الخزبة وبالاضافة للتدريس واق المناخ اما العوامل البشرية برضو تمثلت في ثلاث عوامل اللي انشطة الاقتصادية والحروب والصراعات والنقل والموصلة دعا نتعرف عليهم بالتفصيل اول العوامل الطبيعية هي موارد المياه والطربة الخزبة هنلاقي ان معظم السكان بيتركزوا في موارد المياه والطربة الخزبة حيث السهول الفايدية حول مجاري الامهار زي كده نهر النيل في مصر ودجلة والفراط في العراق بالاضافة لاماكن سقوط الامطار زي السواحل الشمالية للوطن العربي ومناطق المياه الجوفية زي مناطق الوحاة زي هندي مثال على الوحاة نفتكارها مع بعض زي واحد سوا في مصر والقفرة في ليبيا العامل التاني اللي بيأثر في توزيع السكان لعوامل الطبيعية التدريس يتركز السكان في المناطق السهلية زي سهول نهر النيل طيب بيقل السكان طبعا في مناطق المرتفعات لوعورة السطح لكن سكان اليمن واللبنان يفضلون سكن الجبال تعرفوا ليه؟ عشان مناطق الاعتدال مناخها او تتميز الجبال عندي باعتدال مناخها يبقى السؤال بيقابلني بما تفسر سكان اليمن واللبنان يفضلون سكن الجبال هنقول الاعتدال مناخها طيب ازاي المناخ بيؤثر في توزيع السكان؟ طبعا السكان بيفضلوا لهم يتركزوا او يسكنوا في المناطق زي المناخ المعتادل والممتر ويبتعدوا عن المناخ الحار والجاف يبقى يتركز السكان في المناطق زي المناخ المعتادل والممتر ويكلوا السكان في المناطق زي المناخ الحار والجاف نيجي للعوامل البشرية واول عامل هو الانشطة الاقتصادية طيب ازاي الانشطة الاقتصادية بتؤثر على السكان في كسافاته متوزيعه؟ نجد مثلا ان في النشاط الزراعي بترتفع الكسافة السكانية زي مصر والعراق والصناعة بترتفع بها الكسافة السكانية زي القاهرة والاسكندرية بمصر اما الرعي طبعا تنخفض فيه الكسافة السكانية زي الصحاري العربية والتعدين بيتركز السكان في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة ليه؟ بما تفسر يتركز السكان في مناطق التعدين واستخراج الطاقة هنقول بسبب توفر فرص العمل وارتفاع الدخل مثل دول الخليج العربية تاني عامل من العوامل البشرية اللي هي الصراعات والحروب ازاي الصراعات والحروب بتؤثر على اعداد السكان وكثافتهم؟ مثلا اما الحروب بتؤدي الى مقتل اعداد كبيرة منهم او اجبر سكان البلدية على ترك بلادهم كما في سوريا وفي فلسطين يبا لما يقول دلل تؤثر الصراعات والحروب على توزيع السكان وكثافتهم هنقول تؤدي الى مقتل اعداد كبيرة منهم أو إجبارهم على ترك بلاديهم كما في سوريا وفلسطين أما العامل الثالث اللي هو بتمثل عندي في النقل والمواصلات طبعا السكان أو أي سكان في العالم هيفضلوا مكان يتوفر فيه النقل والمواصلات لأنها بتعتبر عامل جذب للسكان وهيبتعد عن الأماكن التي لا تتوفر فيها وسائل النقل والمواصلات يبقى إذا النقل والمواصلات عامل مهم جدا في توزيع السكان وبكده بنكون سرادنا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان بنرجع تاني العوامل الطبيعية والعوامل البشرية موارد المياه والطربة الخزبة والتدريس والمناخ دي بنعرف أنها عوامل طبيعية بتؤثر في توزيع السكان أما العوامل البشرية تتمثل في الأنشطة الاقتصادية والحروب والصراعات والنقل والمواصلات آخر عنصر في الدرس بتاعنا وهو المشكلة السكانية يا ترى المشكلة السكانية ديت إيه هي؟ قالك يا التي تحدث بسبب عدم التوازن ما بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة لدولة ما مثلا بعض الدول عندها فائد سكاني يعني زيادة في عدد السكان وكلها في الموارد الاقتصادية طيب يبقى إذن هي الدول دي هتعاني من مشكلة البطالة زي مصر والسوريا بعض الدول هتعاني نقصا سكانيا وزيادة في الموارد الاقتصادية زي دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت طيب أنا حل المشاكل دي إزاي؟ يا إما أشجع على انتقال القوى العاملة عندي من الدول التي لديها فائد سكاني إلى الدول التي تعاني من النقص السكاني يا إما ها أعمل توعية تمام بخطورة المشكلة السكانية داخل الوطن العربي بالإضافة كمان إلا أنا أحاول أوفر رؤوس أموال عشان أعمل مشاريع تمام أحد بها من الهجرة داخل الدول التي لديها فائد سكاني أوفر مشاريع للقوى العاملة وقلل من مشكلة البطالة وبكده أعزائي الطلاب بنكون انتهينا من درسنا